موسيقى كيف هي الأجواء العاطفية على موليد القوس بشهر نيسان أبريل 2024؟ عاطفيا يا عزيزي لح تسعد هالشهر بأجواء ممتازة بالأسابيع الثلاثة الأخيرة بتعيش أحلام رومانسية بعد ما يمروا يمكن أسبوع في إرباكات وبيحملك بعض النزاعات أو الإشكالات نعم بين 6 و 19 يمكن يحصل ما يغير المصير للبعض تنشأ علاقة تتطور بسرعة وبتكون غير إعتيادية بتوصل بعض موليد القوس إلى قرار بالارتباط ربما أو الزواج أو بتم زواج بطريقة سريعة على أثر اللقاء بيجعلك أنت مندفع لهالزواج يتسم هالشهر بالحماسة الرومانسية إذا صح التعبير اللقاءات بتكون مفاجئة وبتكون محتملة جدا والصدفة بتلعب دور بقراراتك وخياراتك يمكن تتبدل الأوضاع بلمحة بصر في هالشهر انتظر هالشي أو معظم موليد القوس لدي منتظروا هالشي مركور وفينيوس ببرج الحمل بيولدوا ظروف غير منتظرة تطرق وبتجعلك تاخد قرارات كمان سريعة وغير متوقعة بس الفلك بيطلب منك التروي بكل الأوقات عدم التهور ارتكاب الأخطاء بهالشهر على الصعيدة الشخصية ممكن جدا يمكن تختار بين خيارين لقلك نعم وتعيش تحتار بين خيارين لقلك وتعيش بعض الازدواجية العاطفية بمعنى آخر بتخبيلك الأفلاك بلبلة على الصعيدة العاطفية وحيرة رغم الأجواء الجيدة بس في تغيير والتغيير محتمل جدا وبيقتك إلى ظرف مختلف يمكن يفرض حاله عليك بس ما رح تكون زعلين من الأشياء اللي عم بتصير انت بتحب هالأجواء يلي فيها غرابة ويلي فيها مفاجآت وهالشهر ما رح يحرمك منه أبدا تبدو خلاق عزيزي كتير مفعن بالنشاط مندفع عاشق متعدد العلاقات يمكن كمان توقع بالغرام إذا كان قلبك خالي مثل ما قلتلك النمط سريع والمفاجآت كتيرة لكن الصدف كمان بتلعب دورة فينا نختصر المشهد بالقول إنك بتقامر بحياتك العاطفية وبتراهن ربما على كل رصيدك بكل رصيدك بتراهن بكل رصيدك على شي جديد ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة